اشتركوا في القناة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات تنظيم وتطوير سوق العمل بما في ذلك تطوير التشفيعات الوطنية العمالية وفقا لمعايير العمل الدولية واستعراض النتائج المتحققة على صعيد التوظيف وتأهيل الموارد البشرية البحرينية والجهود المبذولة لتنفيذ مبادرات تقدم المرأة إلى جانب مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل واستراتيجية المملكة نحو تشجيع الاستثمارات المعززة للاقتصاد الوطني والمولدان للوظائف النوعية والجاذبة التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية الشاملة في البلاد في ظل مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة لضمان استقرار ونمو سوق العمل بدوره أشهد رئيس وفد بعت الصندوق النقد الدولي بتعاون وزارة العمل وهي التنظيم سوق العمل وتجاوبهم الإيجابي في الإجابة والرد على ملاحظات واستفسارات البعثة حيث اطلع عن قرب على المستجدات والمنجزات التي حققتها مملكة البحرين